أكد تحالف شباب الأحزاب بمحافظة أبيان أن التدخلات السياسية الخارجية في شؤون إدارة البلاد سببت تدهورا في العملة وارتفاعا في الأسعار وخلال اجتماع موسع لمناقشة المستجدات والأوضاع الاقتصادية أكد تحالف شباب الأحزاب أن معاناة مواطني محافظة أبيان الذين يعتبرون جزءا من شعب اليمن ازدادت سوءا وتفاقمت أوضاعهم المعيشية إلى أن وصلت الحضيظ مطالبا المجتمع الدولي أن يضع حدا لتلك التدخلات الخارجية وأن يمكن الدولة والسلطات المحلية بالمحافظات الجنوبية المحررة من استعادة مؤسساتها الإيرادية والموانئ والمطارات لتتمكن الدولة من وضع المعالجات وتدارك ما وصلت إليه ترجمة نانسي قنقر